أقرب صديق لي كنت بتشوفوه على طول وفضل جنبه وفضل جنبه في أزميته يعني هو تشوف الأستاذ شفيه جلال والأستاذ أحمد فؤاد حاسم برضه اللي هو كان نقيب الموسيقيين ساعتها وقت الحادث بتاع بابا هو الحادث بتاعه كان سنة 68 فيعني برضه ده من ضمن الحاجات اللي أثرت على اتعاده عن المجال الفني لأنه طبعا كان حصله بس فيه معلومة غلط بتتقال عنه أن الحادثة سببت له شلل هو ما كانش عنده شلل هو حصل أن رجل أقصر من رجل بسبب الحادثة بسبب الحادثة بكسر بقى هو اللي قدل فطبعا ده منعه عن هو يكمل في أفلام يكمل مسرحيات دي كانت حادثة سيارة كان هو قاعد جنب كان صاحبه وقاعد هو قاعد جنبيه والعربية عملت حادثة والأغلب الجزء اللي تدمر كان هو الجزء اللي جنبيه فحصل كسر أكيد في عظمة الفقد وكده فإن ده اللي بيعمل لكن ما حصلش شلل هو بس كان يعني يعني مثلا كان يبقى بيمشي بس يعني يعني دي تفاداها في الآخر من عمل أحزية يعني بالكعب بتاعها أعلى شوية من التاني عشان يبقى ماشي بشكله ولكن كان بيمشي على رجل الحمدر كان طبيعيا جدا بس الحادثة طبعا أثرت على شغل أثرت عليه نفسيا وخليته بيعت بقى يعني بيعت بقى خالص بقى عن مجال الغنى كان يمكن استمر شوية في الإزاع شوية أغاني بسيطة بس في الآخر بقى خلاص طب هو كان بيبعد برضو عن حاجات تانية يعني هو كان في الأول منشد ديني لا هو ما كانش منشد هو كان بيساعده يعني بيروح مع والده بس في ولكن ما كانش ما نعتبروش أنه كان منشد ما احترفهاش لا 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 بس أدى فيها ممكن يكون احتمال كان بيجرب يعني لكن ما كانش هو دوت طب إيه السبب وراء أنه هو يبعد خالص عن قصة الإنشاد الإنشاد ما عنديش فاقي دي ما عرفهاش بصراح أو يمكن هو كان بيحب يعني فانتازي شوية بيحب الغنى أكتر وكان بقى الوقت يمكن اختلف برضو عن زمن والده عن زمنه هو بدأ في مسارح غنائية هو لا نفسه فيها أكتر يمكن يعني احتمال كبير يعني هو ده السبب اشتركوا في القناة